مع التسليم بأن الأعمار بيد الله وأخذم بالأسباب العلم بيقول أن السمنة المفرطة تخفض من متوسط العمر المأمول بمقدار عشرة أعوام معلومة لا تثير أي دهشة مع القائمة الطويلة من الأمراض والمشاكل الصحية اللي بتسببها السمنة في أعضاء الجسم بشكل عام نمط الحياة الحديثة المرتبط بقلة النشاط البدني مع الاستهلاك المفرط للوجبات السريعة مرتفعة السعرات الحرارية هو المسؤول الأول إلى جانب بعض الحالات اللي سبب سمنتها أمراض نفسية أو أسباب طضية أو عوامل وراثية ومهما كانت الأسباب فالنتائج والمضاعفات للسمنة المفرطة خطيرة جداً في كل الأحوال لا يهدد جودة الحياة بل يهدد استمرار الحياة في حد زاده أهلاً بكم الإنسان بحس في الزمن بتاعنا ده أنه هو ماشي كده في الحياة محاط عارفين الزومبي بزومبي كتير قوي من كل الأنواع وفي كل يعني زي ما يقوله الأصناف في الحياة لكن الزومبي اللي قصد يعليهم هم أكياس أكياس مغلفة ومعلبات من كل أنواع الأطعمة ادخل أي سوبر ماركت في العالم المشكلة دي عالمية هتلاقي السوبر مبهر شكله مبهر يبدو مبهر لكن اللي انت شايفه ده كوارث حاجات شوف البنت بنوتة تختوخة سمنة والأم تختوخة وعمال البنت تملة في العربية حاجات الأم طبعاً نظرتها يعني البنتها نظرة يعني غريبة يعني مزيد من الإحساس بالزنب وفي نفس الوقت الخوف على المستقبل والبنت طبعاً لا حق يعني هي بتبصلها كأنها بتقولها أنت اللي علمتيني ده أنت هي بجد ده التعبير الناس دي بتعمل فيديوهات حلوة جداً بس هم اللي حطوا هم اللي لعبوا اللعبة وحطوا قواعدها المصانع الكتير جداً للبطاطس اللي هي رقائق البطاطس المغلفة مصانع المهولة للشوكولاتات بأنواحها أنواع لا حصرة لها من المشي عارف إيه الحلويات بالبسكوت جوه والشوكولاتة بره والشوكولاتة جوه والبسكوت بره وعملة زي كده وعملة زي كده كل ده سمنة مفرطة خطيرة جداً جداً وسكر وضغط وتصلب شرعين ومشاكل في شرعين قلب في الشباب إحنا كل يوم السوشيال ميديا خلتنا كلنا قاعدين في غرفة واحدة وساعات الغرفة بتقلب بصوان عزة واحد وده يعني خلينا نشوف نعرف بقى الأخبارها والباول كل شوك شاب الفلاني ده وهو عنده حاجة وثلاثين سنة توفى الشاب الفلاني ده عنده مش عارف ربعين سنة توفى فلان عنده ثلاثين سنة توفى إيه جماعة في إيه؟ إيه؟ إيه المسألة أعمار بيد الله وكل أجل إن كتاب استغفر الله العظيم يا رب محدش هيقول غير كده لكن محدش هيقول أن اللي جاتله سمنا مفرطة أنه ده ما تقتلش ده ده أتقتل أنا في رأيه علمياً طباياً كل الأطباء هيوفقوني في الكلام ده اتقتل إزاي؟ مين اللي قاتلوا؟ اللي قاتلوا التصرفات الخطأ اللي قاتلوا الأكل المعلّب اللي قاتلوا الفاصة فهود اللي قاتلوا أهلوا اللي علموها كل غلط اللي قاتلوا اللي قالوا تعالى بقى هعلمك ديك شوية أنظمة كده وبرطمان فيه شوية أعشاب هم دول اللي هيخصصوك كل دول شاركوا في الجريمة نهارده الخاء مهم جداً مع ضيف العزيزة القمة العلمية الكبيرة اللي أستاذ الدكتور كريم صابري أستاذ جراحات السمنة والمناظر بكلية طب جامعة عن شمس المدير لوحدة جراحات السمنة بمستاذ شوية النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بنجلترا عضو كلية الجراحين الأمريكية وحصل على تصنيف جودة دولة في جراحات السمنة أهلاً بيت أهلاً وسهلاً المريض الذي يعاني من سمنة مفرطة قد يكون ضحية لكثير من النصبين وكثير من المجرمين في حقه في حقه من ضمن المجرمين في حقه ممكن يكونوا أهله علموه أنه هو يأكل بالطريقة دي طبعاً يعني هو طبعاً في البداية أنا طبعاً يعني لا يخفى لأحد طبعاً المساببات السمنة المفرطة في العالم المميكن العالم اللي هو المليء بالمشاكل اللي يمكن حكي ذكرت المعظمها لكن هو في النهاية أنه منذ يعني أزل الأزلين وكان فيه مرض مشهور جداً اسمه سندروم اكس اللي هو ما حدش عارفه ده اللي هو كان مسمينه اكس اللي هي مجموعة من الضغط والسكر والكولسترول متلازمة اكس المتابوليك سندروم كان يقسمه سندروم اكس ضغط وسكر وهيبر كولستروليميا ووبستي وليه بقى كان بيجوا مع بعض ومحنش عارف ايه السبب يعني طبعاً ده المتابوليك سندروم ده مجموعة من الأمراض لما تصاب بيها أنت عرض الإصابة بأمراض القلب اللي هي ربما تكون سبب بقى للوفيات فيما بعد بأكتر من تسع أضعاف الإنسان الطبيعي كلما زادت فتم كتشابها حريصة من الناس كلها عارفها بقى دلوقتي أن السمنة لما بتزيد وخصوصاً سمنة البطن البصر الفاتس كلما زادت كلما زادت الدهون كلما زادت فرصة تعرضك بقى للمشاكل اللي هي بتاعت السكر والدكتور كولسترول كلما زادت برضو فرصة تعرضك لمشاكل القلب ودي يمكن المتابوليك سندروم واحنا في جراحات السمنة مش بس جراحات السمنة هي جراحات السمنة والسكر أو جراحات السمنة والأيد أو الميتابوليك سيرجري اللي هي مش بس إحنا بنتعامل مع إنقاص وزن لا إحنا كمان بنتعامل مع علاج للأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة حتى أنا ما كانش الوزن في اللي هو الوزن واحد سيء وزنه 160 كيلو ده مريض سمنة مفرطة وعنده سكر وضغط فده مريض سمنة وسكر وضغط أنت من الناس المعروفين أنت مع علاج سمنة طب أنا دلوقتي عندي سكر بس وعند شوية وزن بس مش دول بتوع السمنة المفرطة أنا وزن مستي 90 كيلو زايد 20 كيلو عن الوزن الطبيعي وعنده سكر تتعامل بقى الميتابوليك سيرجري في الحالات اللي دي يبقى هو ده هدف أساسي لجراحات الأيد أو جراحات السكر أو الجراحات اللي هي تتعلق بالأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة حتى لو ما كانش عندك وزن زايد أزيد من الطبيعي ويمكن القافسو أو الفيتروليد هو لجراحات السمنة والسكر من أيام مدريد كان من أربع سنين أو ممكن ثلاث سنين كانوا طبعا طلعوا استيتمينت أنه الناس اللي هي وزنها الكتلة بتاعتها أكتر من 32 والسكر غير منتظم أنت منتجتزم تنتظر الوزن الأعلى من كده ومش وزن 32 يعني قصدي الكتلة الكتلة يعني الوزن غير متناسب بالزبط بالزبط فده ربما يكون عندك 15 كيلو في الوزن الطبيعي سكرك مش بالزبط أنت من الناس اللي تعمل عملها ده علم يعني طب أنا طبعا مش ده أنا أقصد أن جراحات الألاجية زي عملية تكميم المعدة أو تحويل المصارف الناس المصاببة بالسكر بس مش لازم يكون عنده سمنة مفرطة ده وضع قائم ده جراحها يعني بتتعامل لأن أنت بتوصل لأرقام مخيفة للسكر التراكمي ومتبقاش عارف تعمل لها السكر والله أنا بلاقي سكر التراكمي بتاعه 14 14 و13 وتعارف أنت عارف من 10 سنين من 10 سنين بالزبط كنت تشوف سكر 12 أو 11 ده مرة كل سنة مرة كل سنة تشوف واحد أو اثنين مرة كل سنة باللغة بتشوفهم عادي أيوة لا كتير جدا واحنا نشوفهم أكتر كمان يمكن عشان نسلمنا المفرطة احنا بنلاقي الأرقام دي في المتوسط العادي يعني طبيعي وممكن عاملين حاجة اسمها دياري مسكور عاملين سكورنج سيستم يعني بنشوف قد إيه من الناس يعني كان عندها سكر في درجات مختلفة وقد من بيستفيد بنسبة قد إيه لأن طبعا كلما كان تقدمك أو طالبك للعلاج بادري كلما كنت أكتر يعني واحد بيقول لأنا هستفيد قد إيه من العملية دي أنت فيه سكورنج سيستم بالنسبة للسكر أنت بتاخد إنسولين قد إيه سنك قد إيه بقى لك قد إيه عندك سكر كلما كان البرامتور ستواعدك دي أحسن ما أنت ممكن توقف علاج من تاني يوم تأخرت ووصلت بقى للدرجات متقدمة من السكر هتوقف المضعفات هتنزل الوزن الزيت هتوقف السكر عند حده لكن ربما توقفش علاج ربما تستمر مثلا على الأقراص ربما تستمر على جرعة يعني قليلة من الإنسولين لكن سكورك بقى لعشرين سنة تقضي جرعة عالية من الإنسولين فأصدي أنه يعني نطلب طالب العلاج في بدري هو يعني بتحمي نفسك من المشاكل ومتبقاش مضطر تعملها بصورة اضطرارية فيما بعد في بعض السيناريوهات بتحصل بعد تكميم المعدة مثلا أنا هقول لحضرتك السيناريو وانت تقول لي كيف تتعامل معها مثل هذا السيناريوهات أول السيناريوهات وأكثرها شيوعا هو رجوع الوزن بعد تكميم المعدة طبعا دي مشهورة جدا في بعض الحالات اللي هي عملياتها طبعا معمولة بصورة غير احترافية وده غالبا ما بيخصش أصلا يعني ربما ده يكون ما بيخصش أكتر قبة المعدة متسابة الأندرم متساب المعدة أصلي فقد ما بيخصش وبعارف إن ده وبتدخل إحنا كجرحين بندخل العملية عشان نصلح المعدة اللي هي ما نزلش في الوزن بتلاقي قبة المعدة أصلا الشرائيين بتاعتها والأوريدة فاعتها يعني هي الطبيعية ما تقصتش أصلا ربما يكون السبب في المريض نفسه العملية مضبوطة وعملت أشعة مختلفة ريسيت لأبعاد بعد العملية كان حجم المعدة 100 سنتي جيت بعد خمس سنين لقيت المعدة 500 سنتي وفيوزي فورم ويعني هي يعني وسعد من كتر سوء الاستخدام وكتر الأكل العنيف فيها ربما توسع المعدة البعيد والحقيقة إحنا جربنا إن احنا نركب حزام على المعدة حلقة يعني على المعدة كده باند أو منيمايزر يعني حاجة بتمنع تمد المعدة ما عرفش يعني أنا شخصيا عندي أنا قللت من استخدامها شوية لإن حسيت إن هي ما فياش روحها في أكل الحاجات الصلبة يعني حتى يوقعها عن تجميل المعدة المعدة يعني الناس بتديها لفظ كده حلو لكن هي الفكرة في إنه تركيب حلقة على أعلى المعدة ما بريحش الواحد هو بيأكل حاجات صلبة اللي تاكل لحوم خضار رز مكرونة أنت محتاج يعني تبقى واحد بتنضغ كويس جداً وبتاكل ببطء جداً لو هتتدايق من القصة دي أنا بنصح الناس متركبش الحلقة يعني وتحافظ أحسن بدون تركيب لأن هي فعلاً بتمنع تمدد المعدة من فوق لكن إحنا الحية هي يعني معظم الناس اللي ركبت الحلقة هي متضايقة من أكل الحاجات الصلبة عايز يعني small bites وتاكل ببطء جامد هتحجمك قوي وفعلاً هتخليك يعني متحفز دول الوقت ونت بتاكل فحافظ يعني من كمية الأكل بحيث المعدة ما توسعش النمرة الثانية استهلاك السكريات الشديد ما هو ده سبب لرجوع الوزن وبتلاقي المعدة حجمها ما زادش ولا حاجة وتلاقي الواحد عمال يستهلك طول اليوم شكولتات وإيس كريم وعجنات مع العمل التكمين كنت تعمل بقى تحول مصار ما تعملش عمل التكمين النقطة الخطيرة اللي الناس بتقع فيها دلوقتي وبتزود الوزن بالرغم من حجم المعدة قليل الناس اللي هي بتاكل واجبات كتيرة في اليوم رغم من الواجبات صغيرة وبيقولك أنا بجوع انت ممكن ترجع لدكتورة تغذية بتاعك في التيم اللي هو متابعك هو بيعلمك ازاي تاكل أكل اللي هو يعود في المعدة فترة كبيرة سي البروتينز والحاجات اللي هي الخضار والحاكل الهلس كله بيقعد في المعدة فترة كبيرة أحيانا بيبقى فيه برضو بعض الحموضة أو الارتجاع بيسبب الجوع والإحساس الارتجاع أرصة المعدة دي بتفسر عندنا كلنا انه محتاج يأكل وبالتالي لو عالقت الارتجاع ورجعت للتيم اللي متابع بتاعك هيعالج الارتجاع وبالتالي برضو هتلاقي نفسك ما بتجوعش ولا حاجة واتلاقي أمورك ماشي كويس جدا لازم أوضح نقطة برضو إن الجوع لا ينتهي تماما في عملية التكميم الجوع بيقل في عملية التكميم بنسبة مثلا 70-80% النسبة اللي تشال المعدة بتتشال فيها بتقلل ده وبالتالي الجزء المتفضل من المعدة هو ده الجزء اللي بيفرسه رؤون الجوع وبالتالي أنت بتجوع بنسبة تقريبا 20-30% من الوضع فأحسسك بالجوع المسيط من الوضع القديم هو الناس بالنسبة لها ده تحول مذهل ده كان بالجوع ده هو دائما كان فيه ناس تعبيراتها كانت بتقول لي أنا دايما حاسس إن أنا جعان أيوه صحيح أنا بحسش بالشبه آه طبعا على طول حاسس بالجوع المستمر وبالتالي أنا بقى أكل يعني كلما تحتلي الفرص اللي بيمنعني من الأكل حاكتين إما النوم أو إن أنا مش لأي أكله دلوقتي أنا طلبت أكله يسه بجاش هم معذورين المصابين بسمهم المسيطة آه صحيح هم معذورين لأن الجسم عنده منع تنسرين علي جدا وبالتالي بيتخلي الجسم في حالة جوعه حافظ جوعه مستمر فالتكميم الحقيقة هي محتاج حد يحافظ عليها آه أكتر يغير live style بتاعته وما تزعلش يعني لو حصل زيادة في الوزن فيما بعد التكميم بعد شوية سنوات في عملية إعادة بيتقص المعدة لو زايدت في الحجم تبصها عمليا بسيطة لو أنت يعني حجم الوعدة قليل وانت بقى أكل سكرات أو يعني مش قادر تحافظ من القصر يمكن تتحول لتحول المصار وأصلا بتتعامل على المعدة بتعدل يعني حجم المعدة وتعمل تحول المصار عملية برضو بسيطة جدا في عملية طبعا بتتعمل بعد مش بسبب فشل التكميم بتتعمل بسبب مضاعفات بتحصل بسبب برضو حاجة في العملية زي التوقف المعدة فتق في الحجاب الحاجز حصل حبوضة بستمر بعد عملية التكميم دي عملية بتعمل عملية إصلاح بقى مش بسبب زيادة الوزن اللي هي لا ده انت عشان حصل مضاعفات فيها أو فيها مضاعفات دي برضو بتتصلح بعملية جراحية تانية ممكن تعمل تحول المصار معدة كلاسيكي ممكن تصلح الفاتق بس وتسيبه لو عنده دي منتحت لو عنده دي منتحت ممكن تعمل بقى تحول المصار معدة كلاسيكي هي لها طريقة يعني ولها وضع يعني طبي غير قابل للنقاش يعني انت عندك فاتف الحجاب الحاجز كبير وعندك دي في المعدة من تحت أو عندك التابات في المريء انت حل واحد ما بعد التكميم هو تحول المصار المعدة الكلاسيكي لا يمكن منقش تحل تاني تحول المصار المصار مش هينفع إلا في الناس اللي هي ما عندهش فاتف الحجاب الحاجز أو ما عندهش دي من تحت أو ما عندهش حمودة جامدة من فوق والتالي ممكن تعمل تحول المصار المعدة المصار معلش الكلام ده يمكن صعب شوية على بعض الناس بس الناس اللي هي عملت العمليات يفهم الوضع ده وهتفسروا كويس ويمكن يكون نافع بالنسبة لها لكن معظم الناس اللي هتعمل عمليات الكلام بسيط يعني انت هتعمل عمليات تكميم عدية خالص عمليات في تلت ساعة يعني بتقعد ليلة في المستشفى ما فيهاش مشكلة لكن هو عمليات الإعادة لها فنياتها وانا عايز اوصل الكلام ده للمرض اللي هم عملوا العمليات قبل كده وربما يكون عندهم مشكلة في الوزنة ومشكلة في او في مضاعفات في حالة كمان قليل اللي هم نتكلم عنها التواء المعدة الناس كتير على فكرة الكلمة دي بالنسبة له اول مرة يسمعها حتى اللي بيتفرجوا علينا باستمرار هيقوله اول مرة ده ايه اللي التواء بتاع المعدة المعدة بتلف اه ده موضوع شيق جدا والحقيقة هو يمكن ليه كجراحيا يعني والمرضى مؤلم جدا معلش يعني طبعا هو الالتواء ده ليه اسباب انه احيانا قد يكون سببه جراحي سببه جراحي بحث يعني ان المعدة مقصوصة طبيعة المعدة واحنا بنقصها المفروض بتاخد جدار المعدة من فوق اللي هو الانتيري سيرفس بتاع المعدة زيه بالظبط زي الانفيري سيرفس الاتنين يكونوا قد بعض انت بقى لو قصيت من فوق اكتر او قصيت من تحت اكتر والاتنين الاقوال يعني اتلاقي المعدة بتالي تلف تلوي نفسها كده الحكاية دي عشان تفهموها كويس قوي زي البنطلون البنطلون له اتنين سيرفس ومتخيط من الجنبين فيه ساعات يعمله بطلون غلط ده يلف البنطلون مشكلاته دي بقى دي انه صعب تشخيصه يعني بقى عنده صعوبة في الاكل بيأكل و بقى عنده مغصة بتحصل طول الوقت يقوم روح لحد بتاع مناظير مش بتخصص في السمنة او مش عندهش دراية زينا يعني بيجراحة السمنة فيقوم يدخل بالمنظار ويلاء المعدة يعني يعني مقفولة شوية يقوم يلف بالمنظار ويعدي هو بالنسبة له طالما عدى بالمنظار خلاص كده يعني الدنيا كويسة هو الالتواء حاجة وظيفية يعني انت مش حاجة اورجانيك يعني هو مفيش دي فعلي في المعدة هي المعدة ملوية يعني انت لو لويت المنظار زيها يعدي فيها فيقولك انت كويسة تعال بقى اعمل اشعة اعمل جاستروجرافين او اعمل داي ستادي بتلاقي لو حد برضو مش في الموضوع ده برضو شهي لقطها يعني اتلاي السابغة مع الدية انت السابغة مع الدية ما خلاص انت كويس السابغة بتعدي مع عصرة مع يعني تلاقي تعبان وتلاقي السابغة وصلت وبعدين عشان المعدة تنقبط جامد تعدي في يوم قرصة وبعدي فبقوله انت بتاكل وبقوله اه باكل بس برجع وبتعبان بس بعد فترة بيحصل لماقصة وبتعدي الاكل يعني اعمل منظار اتلاقي كويس اعمل داي ستادي ما بتلاقيش كويس مش هاقفش هي الا الجراح المحترف يقفش اللي وفيه اشعة على فكرة يمكن اتعملت المسانوات اللي فاتت بقالها فترات كبيرة وجايدة جدا فيه انها تشخص اللي هي او اشعة مقطعية سلسية الامعاد بترسم شاكل المعدة الملوي بيبقى واضح جدا احيانا ما بقاش السبب جراحة خالص يعني وخصوصا ده في السن الصغير مش تخوفا للناس يعني احنا دلوقتي عملنا الموضوع ده بقالنا يمكن اكتر من 6 سنين بنعمل حاجة اسمها قومنت الفيكسيش عشان تتفادى ده بتقوم تسبت طبقة الدهون او القص المعدة قصة مصبوطة وهو تاخد طبقة الدهون تخيطها على السوتشور لاين كله على المعدة كلها تقوم فردة المعدة كده مصبوطة استحالة انها تتلوى ليه لان احنا في تنشن على كل السوتشور لاين فردة المعدة مصبوطة في شد على كل الخط الدابيس فالشد اللي تخليه سابت ماينفعش يتلوي مايلويش يعني في طريقة انا احكي الحكي عليها يمكن ده السوتشور لاين ده الخط بتاع الدابيس اللي على اليمين والشمال اللي بين قوي اللي هو على الشمال اه على يمين الشاشة اه على يمين الشاشة اللي هو احنا بصين من ناحية اللي مين هو ده السوتشور لاين ده لما بتثبت عليه طبقة الدهون بتشدها بتفريتها طول الوقت وتحتفظ بقى بالسي كيرف بتاعها ده يبقى مصبوطة بيحصل التواق مشهور جدا في الاطفال اللي هم ما بين سنة عشر إلى عشرين سنة بتلاقي فعلا المعدة طرية لدرجة ان انت لما بتدبس بتلاقيها اياه فعلا بتدري تكرمش على نفسها انت ما انت سايف فيها دي ولا سايف فيها حاجة ومقصوصة المعدة زي الفل كويس بتلاقي طفل المعدة بتاعته يعني الجدار المعدة مش سميك يعني بتلاقيه يبتدى يكرمش على بعض كرمش المعدة دي بعد شوية بحصل فيها شوية لسقاط ويوم الكبد لازق عليها من فوق خلاص ما كرمشها عامل بقى لشوية الالتواء دول طيب احنا بقى في الناس دول الحل الوقائي للالتواء هو تقنيا ان انت تقص المعدة قصة مزبوطة النمر التانية تسبب طبقة الدون على المعدة من فوق لتحت بحيث ان تشدها بحيث ان هي ما تلويش على بعضها طيب انا دلوقتي حصل الالتواء حصل الالتواء احنا انا يعني قدمت يمكن في الاسابة علميا حتى الان الالتواء حلوا تحويل مصاري معدى كلاسيكي بيريسيرش يعني كل العالم بيعمل كده واحنا بنعمل كده وانا يعني ننقل بالماء العملية من تكميم الى تحويل معدة كلاسيكي تسيب بقى الالتواء افتحت وتقوم اقص المعدة مفوقعة من تحويل مصاري معدى كلاسيكي هتفضل لنا مشكلة دلوقتي لو انا عندي ولد صغير او بنت صغيرة في سن العشرينيات مش عايز اعمل لها تحويل مصار وانا يعني عملت عملية تكميم عشان انا عملية خفيفة وحصل الالتواء مش عايز اعمل تحويل مصار في حل احنا انا عملته ونشرته ان احنا نعالج الجاستريكتواست بطريقة سهلة جدا سهلة جدا ودي اتنشرت يعني موجودة على الممكن نبحث عنها ونجيبها الجاستريوبيكسي ان احنا دلوقتي انا دلوقتي معنديش دي والطريقة دي انا فكرت فيها يعني والحياة شغالة بس انا معرفش على المدى البريدة يحصل ايه يعني في المستقبل يعني معرفش لكن هي الحياة فعالة جدا وامنة تماما وسهلة جدا دلوقتي انا عندي التواء وظيفي يعني التواء وظيفي يعني انا معنديش دي اصلا في المعدة تقوم تدخل انت بتدخل طالما ما عندكش التواء دي بسيط انت بتدخل تفرد المعدة وتسلكها من التلافات 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 اللي حواليها تقوم فارد المعدة فاردة بسيطة ايه اللي هيمنعني من ان انا المعدة تتلاوى تاني تقوم تثبتها تعمل جاستروبيكسي ثلاث غرز غرزة ما بتدفش تثبتها في الحجاب الحاجز من فوق غرزة تثبتها في البانكرياتيك فاشية وغرزة تثبتها في الميزو كولون من تحت يبقى أنت كده عندك ثلاث غرز سابتين برولين عادي جدا سهل جدا ورخص جدا ما فيش حاجة خالص غير مكلف تماما وبيحتفظ بالتكميم زي ماي مش بس كده ده أنت تاخد المعدة بعد ما تفردت وفكتها من التسقات وثبتتها في مكانها الأماكن السابتة اللي ما بتدفش ثم سبتها كمان في منديل البط يبقى أنت عندك حاجتين يثبتوا المعدة هعملنا series كتير على الموضوع ده والموضوع ده ناجح جدا يعني أنت ما انتش مضطر في الجاستريكتواست أن أنت تعمل تحول مصاري معده كلاسيكي لأن أنت لما بتعمل تحول مصاري معده كلاسيكي الأوبشن ده بقى مخيف جدا للأب اللي عنده ابنة أو البنت اللي هي عمل التكميمة عشان خفيفة فأنا مش عايز أعمل تحول مصاري ما عندكش حل يا دكتور إن احنا نعمل ده لا في حل اللي هو حل علمي يعني ما أبو واثنشر حل جميل اللي هو أن أنت تعمل جاستريكسي تفرد المدى مضبوط تعمل جاستريكسي وتحط commental fixation عليه كلام علمي أنا عارف صعب شوية بس ربما يكون نافع للناس اللي عندها المشكلة المسألة سهلة أوي مسألة سهلة أوي وزمان كان عندنا حاجة اسمه الخرايط الخرايط دي تجيب الخريطة وتيجي في حصة معينة كده الخريطة دي بتبقى كبيرة كده وملفوفة كده فلما بتيجي تفردها خريطة بطبيعة الحل إنها كنت ملمومة هترجع تلتلم تاني فبتعمل إيه؟ الحل كان بسيط قوي تكيب حاجات تقالات كده تيجي على أطراف الخريطة وتحط تقالة هنا وتقالة هنا وتقالة هنا وتقالة هنا وتقالة هنا مش صح حكون الملمومة كده هو ده نفس الكونزبت المعدة هتلم هتلف كده هتتلوي تاني نقطة تحت في الجزء المحيط بالبنكريات من غلاف اسمه بنكرياتك فاشي بتثبتها في نقطة تانية وبتثبتها فوق في الحجاب الحاجز خلاص آشر نقطة فردت مظبوط جدا وده توصيف جميل جدا أنا بس عايز أأكد على الأطباء أو أكد على المرضى برضو إن ده اللي هو الالتواء الوظيفي اللي هو لكن لو عندك دي في المعدة واضح في المعدة المنظور ما بعديش فيه أنت محتاج كده لتحول مصار كلاسيكي من الأصل ده احنا قدمنا الحل ده أن ربنا ينفع به الناس طبعا وينفع به الحاجات ده من الحاجات اللي احنا أنا مبسوط يعني أنها إن شاء الله تكون مفيدة بإذن الله أنت بتساعدني بالحوار اللي هو معك جدا جدا ودايما بتضيف كل حلقة جزء كده بيوسع معلومات ومدارك الناس المتابعة جيدة لجراحات سمنة وشباب الأطباء المهتمين بالجراحة أكيد اللي داخلين بعالم الجراحات السمنة لسه نواب أو لسه بيبدأوا يذكروا منشستير هستفيدوا جدا من حلقتك لأنك أنت بتديهم بعض التركات عشان يبقى فاهمين أبعاد هذه الجراحات إنها فيها أبعاد مهمة جدا من أحل العلمية سواء الحدث أو حلوله ودا شيء مهم جدا ودا رفعنا بيبقى في وستوى الحوار مش هتلاقوه في أي حتة في العالم اللي هو احنا بنفترض كل الاحتمالات وكل السيناريوهات المحيطة بجراحة السمنة وبنشوف كيف يتم التعامل مع حلوله مش مجرد أن احنا بنبسط الأمور تبسيط يخل بقيمة هذا العلم العالمي الكبير المتورامي الأطراف اللي هو جراحات السمنة ضيف العزيز واحد من نجوم هذا المجال في مصر والوطن العرم السيد الدكتور كريم صبري وستاذ جراحات السمنة والمناظير بكل الطب جامعة إنشامس والمديد لوحدة جراحات السمنة ومسر شعود النيل وزميل كلية الجراحين لملكاني بإنجلترا نورتك الدكتور شكرا حاليكم دايما مع الدكتور أنا اسم سعيد حمدا سعيد العربي عندي 13 سنة أعمل عملية تكميم تكميم معدى مع الدكتور كريم صبري كنت قبل العملية 105 دلوقتي بعيد 75 كالو وأنا كنت قبل العملية كنت زد في الفترة اللي فات قبل العملية فروح تعمل تحليل سكر فطلع عندي بوادر سكر فأنا قلت ما ألحق نفسي قبل ما السكر يجي علي وكده فأنا جئت لدكتور كريم ودكتور كريم قال لي لازم تعمل العملية فأنا قبل العملية كان صحابي التاريق علي يعني على طخن شديد وكده دلوقتي ما بقوش التاريق علي واللبس تماما اختلف اللبس عن قبل العملية بعد العملية ومبقاش حد يترق علي اشتركوا في القناة